تحياتي لكم مشاهدين الكرام في خطوة غير مأمونة العواقب قرر الحاج عيسى الأشكر إنشاء أول وسيلة إعلامية تبث في فلسطين وكانت الوسيلة الإعلامية المحلية تلفزيون السلام هذا الاسم الذي أطلقه الراحل ياسر عرفات على هذا التلفزيون في عام 1991 يحرص أهالي المدينة من انتهاكات الاحتلال اليومية وكان اللسان الذي ينطق باحتياجاتهم نتابعوا إياكم مراحل تأسيس تلفزيون السلام ابقمان أطلقت تلفزيون السلام على كل محاولات الكرام وكركيلي والحجرين تكريبا إذا ما أردت نفض الغبار عن هذه الأشرطة ستتمكن من فتح ملفات توثق مراحل ميلاد الدولة الناشئة من غزة جنوبا حتى تول كرم شمالا في الوقت الذي شكل فيه تلفزيون السلام مضافة للإعلاميين في تسعينيات الكرن المنصرم وحنا نتكملنا السلطة في عريحة وكاننا كل يوم نروح على عريحة عندهم نتكملهم إما يجوا نتكملنا حكام العاوي نتكملنا مرموانة 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 إذا نجيه هنا الله يفكسر يا رب حطناها كل يالسة وكزيتات موجودة لأنا لليوم الكزيتات لم ينجو تلفزيون السلام من مضايقات الاحتلال في سنواته الثلاثة الأولى فأغلق مرارا ودكرارا وذلك لغياب الاتفاقيات الرامية لامتلاك وعامل وسائل إعلام تحمل الهوية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال المستمرة كنا برام برام كبير وصواب ابن محمد في البواجهان عدت مرات وكان الله يرخمه الرئيسي بلادي حد محلون كان يوقف معنا هو اللي أيدنا وكلنا كما جاء السلطة رغم المخاض العصير الذي تعيشه وسائل الإعلام المحلية نتيجة الجائحة التي ضربت اقتصاد البلاد وانتشار عصر الاتصال الرقمي إلا أنها لا زالت صامدة وتحاول التماشي مع المتغيرات والدنا علمنا أهم إشارة التعاون واحترام كل واحد يحترم عمله فوزع العمل يعني أنا كمدير تنفيدي محمد مدير تصوير مراد مدير في قسم المونتاج مهند في قسم المونتاج مؤيد كمان في قسم التصوير في المراسل كان معنا شباب ما شاء الله عنهم فإحنا الوالد علمنا كيف كل واحد يحترم عمله وكل واحد يعني عنده خط لا يجوز أن يتعدى عن الآخر هذا التعاون والجهد الجماعي هو اللي شجعنا إن ظلنا متواصل وما زلنا موجودين من مدينة تول كارم مصاب دبيغ